بعد ربع ساعة النتيجة هتصدمك لو عندك سواد السنين وبقع السنين الوصفة دي هتشلهالك من اول استعمال عايز اقول لكم الوصفة دي من تجربة الشخصية بتدي بياض التلجة حتى لو كان عندك سواد وبقع من الشمس وقصار حروق وكمان عندك سواد حوالين الفم وتحت عنيك وعندك بقع وسواد السنين اقوى وصفة لتفتيح البشرة وتبييد البشرة عايز اقول لكم وصفة فضيعة وسريعة المفعول اكتر مبيض هتشوفيه في حياتك لطبيعة فوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا باخواتي وحبيبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم مايا من قناة وصفات صحرية مع مايا النهاردة جايبا لكم وصفة جربتها على بشرة يا بنات في خلال دقايق اللي قيت نتائج حلوة قوي من الوصفات اللي بتبيض البشرة جدا من الحاجات اللي بتنقذ البشرة لو بشرتك بازت خالص من الشمس ومن البوع ومن الحروق وكمان عندك سوات حوالين الفم وعندك بوع شديدة عايز اقول لك هتديكي نتائج هيلة قوي انا كانت بشرتي متضمرة بسبب ان انا اتعرضت الشمس ووشة حرق جدا عايز اقول لكم هتديكم نتائج حلوة قوي وصفة التبييد السريع لو عندك مناسبة عليكي وعلى الوصفة اللي هنعملها مع بعض النهاردة دي نتائجة فعالة قوي قبل ما ابدأ وصفتي لو اول مرة شوفيه قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشراك وفعالي الجرس جاني وصلي كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس امر اول حاجة حبايب قلبي احنا هنعمل مع بعض خطوتين والخطوتين سهلين جدا جدا يمكن الخطوة الاخيرة اسهل من الاولانية بكتير انت كل اللي انا محتاجة منك ان انت هتجبيلي العشبة دي من عمض العطار عشبة التبييد السحري عايز اقول لك العشبة دي من الحاجات اللي بتبيض البشرة قوي بتدي بياض التلج وبتحارب التصبغات والسواد وكمان بتوحد لون البشرة انا محتاجة ان احنا نجيب الزعتر المجفف الزعتر يا بنات من الحاجات الحلوة قوي قوي في تبيض البشرة كمان بتديك بياض فوري والنتائجها احلى حاجة في العشبة النتائجها من اول استعمال انا محتاجة معلقة كبيرة من الزعتر المجفف تمام ولو في زعتر طازج مفيش مشكلة بس الافضل ان احنا نستخدم الزعتر الجاف هاخد معلقة من الزعتر وحطها في طبق معايا بالشكل ده بعد كده باقي على معلقة كبيرة من الزعتر هاخد بنفس المقدور معلقة كبيرة من المكون ده وما تستغربيوش المكون ده من الحاجات اللي بتبيض البشرة قوي كمان من الحاجات اللي بتنظف البشرة جدا من جوه عشان تشلك كل الاوساخ المتراكمة داخل بشرتك هابدأ احض معلقة من السكر السكر الخشن العادي سأبدأ معلقة الزعطر على معلقة السكر و أطحنهم في المطحنة تحن ناعم جدا بحيث ان هما يكونوا بودر خالص على قد ما تقدر يطحنيهم تحن ناعم جدا ولو عايزة تستخدمي السكر البودر معها يبقى هتطحاني الزعطر و تروحي حتى معلقة من السكر البودر معها هتطحنهم و هرجع لكه تاني كده حبيب قلبي احنا تحننا الزعطر مع السكر البودرة عايزة أقولك كمان الوصوة دي تنفع جدا جدا لو انت عامدك اسمرار في المناطق الحساسة أو في جسمك أو عايزة تفتحي الركب والأكواع حلوة جدا للوصوة دي ليها بس خاصة لحروق الشمس والسواد والبشرة اللي بتبقى لون ولون بتوحد اللون والبشرة كمان بتبدي بياض ناصع من أول استعمال إن شاء الله كده احنا تحننا السكر البودرة مع الزعطر بعد كده هنبدأ نركمل كده على جنبه وهنبدأ إن احنا ناخد طبق تاني بالشكل ده علشان الخطوة اللي احنا نعملها مع بعض دي هتتساب حوالي خمس دقيق يعني منقوعين مع بعض فأنا هعملها حاليا كده علشان هقولك هتستخدميها ازاي محتاجة معلقتين كبار هرميين كده من ماء الورد أو مية الورد ولو مش متوفرة عندك مية ورد هتستخدمي المية العادية لكن لو في مية ورد أو تقدار إن انت تجيبي مية الورد هيكون أفضل بالله عليك يا حبيبتي قلبي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وصلي على سيدنا محمد في الكومنتات وشاير الفيديو الله يسعدك يا رب علشان اخواتك يستفادوا هناخد علم علقتين كبار ركزي معايا علم علقتين كبار من المية الورد أو المية العادية معلقة واحدة صغيرة من الخل الأبيض الخل يا جماعة من الحاجات الحلوة جدا في تبيض البشرة لكن ليه استخدام معين يعني المقدار اللي هتستخدميه من الخل لازم يتضاعف أكتر منه مية ورد أو مية عادية علشان البشرة بتاعتنا ما تتحسس لأنه هو مبايد فعال لكن بيعمل تحسس للبشرة لو استخدم بشكل عشوائي من غير ما ناخد بالنا من المقدار بتاعه كويس فأنا أخدت معلقة من الخل على معلقتين كبار معلقة صغيرة من الخل على معلقتين كبار من المية سواء مية ورد أو مية عادية وهبدأ إن أنا أقلب الخل كويس جدا مع مية الورد أو المية العادية بس طبعا يفضل نستخدم مية ورد لحد كده إيه ما يتقلبوا مع بعض بعد ما قلبناهم كويس أو يتأكدنا إن هم تفعلوا كده وتقلبوا مع بعض هبدأ إن أنا أخد عليهم معلقة صغيرة خالص من النشا أو الكورنفلور وهدوب النشا كويس بالشكل ده على المكونات بتاعتي بحيس إن هم يدوبوا مع بعض الوصفة دي عايز أقولك هتشلك سواد السنين نتائجة حلوة قوي هنبدأ إن نقلب لحد ما ندوبها هيبقى عاملة زي الحليب كده بالزبط آخر حاجة بقى هنحطه دي هتديكي نعومة وهتديكي يعني لمع كده لبشرتك حلوه قوي وهتديكي كمان هبدأ إن انا أخد معلقة صغيرة خالص من زيت جوز الهند ولو ما عند كيس زيت جوز الهند هتستبدليه بزيت اللوز لكن في الغصفة دي أنا بالنسبالة كاتقربتي استخدمت زيت جوز الهند في الغصفة دي ده نتاق حلو قوي كمان احلى حاجة في زيت جوز الهند ان هو هيمنع تحسس بشرتك لو بشرتك حساسة وخايفة من معلقة صغيرة اللي احنا حطناها من الخل دي كمان هيديك ترطيب حمير شخلي بشرتك تنشف هتبقى الوصو زي ما انتم شايفين شايفين جمالها حاجة كده تحفن هنبدأ نركنها الوصو دي بتتريكن كده قبل الاستخدام حوالي عشر دقايق خمستاشر دقايق بك كتير قوي خمستاشر دقايق وبعد كده بتستخدميها واقولك هتستخدميها ازاي هنيجي بقى على خطوة الزعتر وكمان معاها السكر البودرة انا بالنسبالي هستخدم تدريجيا كده مية ورد خام بدون اضافة اي مية عادية انما انتي لو ما عندكيش مية وردة هتستخدمي مية عادية لكن لو عندك مية وردة هيكون افضل بكتير حد ان انا اقلب حوالي ربع كباية كده من مية الورد على الزعتر والسكر بتاعي لحد ما يتقلبه مش لازم السكر يدوب خالص احنا هنقلبهم بس تقلبتين تلاتة كده بعد ما قلبناهم كويس قوي هنبدأ بقى ناخد عليهم المكون ده وهو معلقة من آآ النشا او الكورنفلاور ولو مش متوفر عندك نشا ممكن او هنا او هنا هنستبدل النشا عموما في الوصفتين بمعلاقة من دقيق الرز او رز المطحون او دقيق الدراء العادي وهنبدأ نقلب بس طبعا يفضل ان احنا نلتزم بالوصفة من غير ما نبدلها باي مكون انا بقول لك عشان لو ما عندكيش ومستعجلة هتبدأ ان انت تستفادي برضو من الوصفة وتعمليها عايز اقول لك كمان ان الزعتر مرطب طبيعي للبشرة يعني هو مش بس مبيض هو كمان مرطب للبشرة هيلديك ترتيب كمان لبشرتك هنبدأ ان احنا نقلب كويس قوي لحد ما نتأكد ان النشا ما فيهوش تكتلات وداب تماما مع المكونات بتاعتي هتيجي هنا بقية ست الكل هتغديلي المكونات بتاعتي في اي طوصة متوفرة عمدك وهننقلها فيها عايزين بقى نعمل الكريم السحر بتاعنا ده هتبدأي ترفعيه على النار على نار هاديا جدا هنبدأ نقلبه تقلبتين اتنين لحد ما نحس ان القوام معي بقى كريم يسيل اهم حاجة هنا مش عايزين القوام معانا ينشف عايزين وهيبقى سيل شوية هبدأ ارفعه على النار وهارجع لكوتين زي ما انتم شايفين اهو شايفين الكريم عامل ازاي عايز اقول الكريم خطير ومجرد ما هتستخدميه على فكرة هو عشان انا نزلته من على النار والازام كان بيقزن فاستنيت لحد ما خلص الازام وبعد كده بدأت ان انا اشغل الفيديو تاني فطبعا هو برد مني شوية تمام؟ فاهم حاجة انت بعد ما تنزليه بيقلبيه اتقلبتين كده اتنين عشان تقيه يفك منك شوية اهو هيبقى بالشكل ده شايفين جمال الكريم عايز اقولك هيشلك اي طبقة جلد صمرة هيديك بياض التلك كريم الزعتر الاصلي اللي بيدي بياض ونعومة رهيبة للبشرة هنبدأ بقى نضيف عليه حاجة واحدة بس او مكون واحد بس ومش هنضيف حاجة تاني هنضيف عليه معلقة من زيت اللوز الحلو ولو ما عندي كيش يبقى مش مشكلة ما تحطيه زيت اللوز احنا هندي زيت اللوز لان زيت اللوز الحلو حلو جدا لتصبغ البشرة وحلو جدا كمان للترتيب لكن لو انت ما عندي كيش عادية تقدار تستفادي منه لان زي ما قلتلك الزعتر مرتب طبيعي للبشرة فلو متوفر عندك زيت اللوز حطي زيت اللوز حلو مش مر هتحطي هنبدأ بقى على بشرة مضيفة جدا هناخد الكريم زي ما هو كده وهنبدأ ان احنا نفرده على البشرة ونفرد طبقة تكون زي ما انتم شايفين كده طبقة سميكة عشان الكريم يتفرد معاكي انا حطيت زيت اللوز زي ما قلتلكم علشان يديكي تفتيح مضاعف يعني وكمان يرطب بشرتك اكتر لاصحاب البشرة الجافة هنبدأ ان احنا نعمل كده ونبدأ ان احنا على بشرة نظيفة جدا هنبدأ ندلك ونحط الكريم وطبقة الكريم دي بقى من اول ما هي نشف على بشرتك وتيجي تفروكي كده هتلاقي كمية سواد انا بجد لما جربت الوصفة دي استغربت كمية سواد وجلد ميت بيخرج من بشرتك يعني منزلش منك من سنين هيديكي كمية بياض وسنفرة رهيبة بعد ما هنخسله كويس قوي وهنسيبه الربع ساعة من خمستاشر دقيقة لعشرين دقيقة هتسبيه ما تزوديش عن عشرين دقيقة تمام؟ هو ممكن يتزاب اكتر من كده لكن حلو اوي لو عشرين دقيقة مش هيكتر عن كده هيكون افضل تمام؟ بعد العشرين دقيقة او الربع ساعة ما هتعدي وهتغسليه قبل ما تجربي الوصفة دي شوفي الاول هيديكي بياض عامل ازاي وهينضف بشرتك ازاي ويشلك طبقة الجلد السمراء ازاي؟ ولو نشوف على بشرتك يا ريت فروقي الاول قبل ما تغسليه كويس هنخسله بمية عادية خالص مية ساعة عادي جدا من الحنفية مش هنخسله بمية سخنة ونبعد خالص عن المية السخنة تمام؟ وهقولك الكريم ده هتستخدميه قد ايه او مدته قد ايه؟ هنبدأ بقى نشوف وصفتنا التانية دي ودي بقى انا هقولك هتديكي كمية بياض رهيبة وازاي تستخدميها بالطريقة الصح عشان تديكي نعومة تديكي نضارع تديكي بياض وتشلك كمان اي تصبخ في الجلد او اي اثار حبوب او جروح موجودة عندك في بشرتك بعد بقى ما هتخسلي بشرتك من الوصفة دي هتبدأي بقى تستني حوالي عشر دقيق بس بشرتك تهدى وتنشفيها كويس وتكون نشفة والخطوة اللي احنا بنعمله مع بعض النهاردة دول اعمليهم قبل ما تنامي عشان بقى تاني يوم ما تحتاجيش تخبي بشرتك بالميكب من اي عيوب هتبدأي بقى تقلبي الميا السحرية دي وتيجي على بشرتك وتروحي مدلكة بشرتك كويس جدا بالميا دي بعد الوصفة دي على طول بعشر دقيق بس وتبدأي تدلكي بشرتك هتديكي كمية نعومة وبياض راهيبة راهيبة كمان احلى حاجة في الوصفة دي هتنفع اوي للمناطق الحساسة المنطقة الاندر ارم وتنفع كمان لتحت الايبوتين تنفع للركب وتنفع للاكواع هتديكي بياض التلج هندلك بها البشرة كويس قوي وهنسيبها مايقلش عن عشر قمستاشر دقيقة بكتير خمستاشر دقيقة ويقسبيها كده على البشرة وبعدي هشوف في بياض ونعومة بشرتك بعدها هتشتفي بقى الوصفة دي ازاي الوصفة دي بعد ما هتسيبيها عشر دقيقة او خمستاشر دقيقة اخسليها بالميا بس ما تخسليهاش باي غسول لان هي فيها زيت جوز الهند وانا عايزة زيت الجوز الهند يكون متوفر او موجود في بشرتك مايتشلشي بالغسول انا عايزة البشرة تبقى مرنة ونعمة طول الليل فهتبدأ ان انت تشتفيها بس بالميا عشان نشيل بس النشا والخل وحنسيب زيت جوز الهند كده ايه في بشرتنا طول الليل وتاني يوم الصبح عادي يخسلي بشرتك بغسول لكن بعد الوصفة دي شتفيها بس بالميا بس الخطوتين دو لحبيبة قلبي هتعمليهم مرة في الاسبوع مرة في الاسبوع او مرة كل خمستاشر يوم زي ما تحبيه هيغنوكي عن اي وصفة تانية لتفتيح البشرة اهم من الوصفة طريقة استخدامها وان انت تستمر عليها علشان يبتي تديكي نتايج حلو قوي من اول مرة يا بنات بجد هتشوفي منها ويات حلو جدا جدا وهتشوفي منها ان كل التصبغات وكل السواد اللي كان في بشرتك بيختفي اه يا رب اكون قدرت اقفتكم اشوفكم على خير حبيب قلبي ما تنسوش اللايك اهلي وتخرجوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته